تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 478 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 203 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالية حجب السلع الإستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 103 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تمضبط قرابة 100 طن وفي مجال قضايا المخابزة تمضبط 719 قضية من بينها 70 قضية خبز ناقص الوزن و91 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 119 طن ترجمة نانسي قنقر